السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الانسان عنده صور في البيت للوالده يدخل الدارك عنده صور فوتوغرافية يبغي يصلي هل يجوز ان يصلي امام الصور الحديث النبوي الشريف ماذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين لعن الله المصورين وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هدوا حديثين صحيحين في هات الباب ما معنى هما؟ هناك يدخل الفقه كل حديث هو الفهم وهو حسن الادراك ما معنى الفقه؟ الفقه يقال أي علم علما الفقه والعلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية والفقه يكون عنده دراية ما المقصود من الأحاديث بعض الناس اللي ما عنده مش فقه أشفموا من الأحاديث فهموا الظاهر ديالها الظاهر وقال لك مادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله المصورين أي واحد مصور هو ملعوم يعني واحد يصور فوتوغراف يعني ينطبق للحديث ولما قال إن أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون إنسان كاميرامان أو مصور أو عنده تفنقال أو عنده استوديو هل ينطبق للحديث حاشا وكلا ليس معنا ذلك هذا الحديث هذا المقصود المصورون الذين ينحتون الحجارة باش يتخذوها كآلهة للعبادة لأن البشرية كانت في واحد الزمن كان عقلها وعاقدتها مرتبطة بالحجر كانوا يعبدون الحجر ويصورونه كي نحتو الحجر ومن البعض كي بدأوا يعبدوهم وهنا كان العرب معروفين كانت الآلهة في كل مكان يسمون بنقوصين الآلهة كان هناك الساف ونائلة وكان هبل وكان اللاتو وكان العزة كان حول الكعبة ما يزيد عن 360 صنم وكان شيخهم هبل جاء به أحدهم من البلقان جاء به أساطير بأنه يسمع وأنه يقضي الحوائج فصارت كل قبيلة تتخذ لها آلهة وصار مصورون ينحتون الآلهة وكل إلهة كي يدروا في شكل كين الإله له على شكل بشر له على شكل حيوان وإما يكون نسرا وسواعة ويغوتا كما كان في عهد نوح كي يخدم برعن أصنام الحيوانات إما الطيور وإما الأسود وإما النمور وإما الأفاعي وفي الصين الآن رغم التكنولوجيا المتقدمة عندهم تمثال دي التنين بل في اليابان اليابان عندهم تمثال بودا ساد هارتا و تقريبا واحد سنوات مضت كانوا صنعوا أعظم تمثال دي البودا صنعوه ودروا في عينه جوهر حمراء لاتخوزيام اوي بين عيني في الجبهة كي يدروا واحد كي اسمه لاتخوزيام اوي يعني الرؤية التي يرى بها الأشياء بروحه وليس ببصره يقول عندهم البصر والبصيرة البصر هو عينيك لقدام موجود العينين لكن بين عينيك يدروا واحد واحد العالم حمراء إما في الهند يدرواها دائرة حمراء أو في البودا يدروا واحد بحلب ولا حمراء لاتخوزيام اوي النهار اللي كانوا داروا الافتتاح ويدجي واحد الزلزلة في ذلك المنطقة وأصابت ذلك الإله بانشقاقات فانفصل الرأس عن الجسد وكان الناس كانوا على الأقل يكون عندهم واحد العقل يقولوا بأن نحن نعبد حجارا وهو إلهنا اللي احنا من العربين كان صوبوا بالجرانيت وكان صوبوا بالبرونز وصوبناه ودرنا افتتاح رسمي وجاء السلطان اليابان وجو الأعيان ونر الافتتاح دير البخور ودير الند ودير الالات الموسيقية ونر الافتتاح يلا بغي قدموا القرابين للإله جت هزة أرضية تزعزعت الأرض من تحت أقدامهم فإذا وقعت انشقاقات في البنايات وتمتلبود كبير ضخم وقعت في انشقاقات وانفصل الرأس عن الجسد ومن بعد رمموه وكملوا الطقوس ديالهم يعني رغم أن التكنولوجيا اليابان دولة متقدمة يسموه الكوكب اليابان مش دولة اليابان كوكب اليابان فاتونا بمئة سنة ضوئية فاتونا بزاف فاش في التكنولوجيا ولكن أين العقيدة أين هو الديم اللي هو راس المال الحقيقي شي الأخر كله متاع الدنيا قليل للأسف ما عندهم شي فالمقصود هنا بالمصورون هم اللي يصنعوا الآلهة باش يتاخدوها عبادة من دون الله أما اللي يصور فوتوغراف أو باك هذا حكم حكم المرآة المرآة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي الكريم يرى نفسه في المرآة وكان يقول اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقتي الدعاء المأتور لمن رأى المرآة كتقول ليش شفت وجهك في المرايا كيف بلك الله تعالى كيف صورك وجعل لك السمع والبصر وعطك الله العيون وعطك الله الحاجبين والأشفار وعطك الأنف وعطك الفمن سبحان الله هادوك الحاجبين بحال سويغلاس هادوك العيون بحال كاميرا لكاتر ديمونسيون بالألوان بلا بطارية هادوك الأنف بحال أسبيغاتور كيستنشقه كيستنتر هادوك الفم بحال جهاز المولينكس في اللسان وفي السنان وكي يقول الله يحفظك محفظ لسن من سنان ودوك الأدنين بحال بغابول سبحانك يا جليل يعني الإنسان تجمع فيما تفرق في غيره الله هو المصور فأنت لما ترى نفسك في المرآة كتقول الدعاء المأتور اللهم كما أحسنت خلقتي فأحسن خلقي المرآة هي كانت في عد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه المرآة هي كالناس يشوف رصم إما في الزاجة أو على صفحة الماء أو على إنعكاسات متعددة الصورة الفوتوغرافية لدينا الآن هي تيارة بحال المرآة هي إنعكاس للضل كي نعاكس ثم يحصر يحصر الكاميرا كتحصر الضل فهذه الآن الكاميرا دي عادية وهي ضرورية من ضرورية الحياة كانوا بعض العلماء الأجلاء في دول الخليج هذه واحدة السنوات طويلة كانوا يفهمون الحديث بظاهره وكانوا يمنعون التصوير يقول لك لعن الله المصورين وأشد الناس عذابا المصورون وكان يرفض أن تأخذ له صورة أو فيديو يمنع تلفاز يقول لك لا دا كله فتنة ولكن فيما بعد تبين بأن هذا حكم خاطئ هذا اشتهاد لم يصيب الصواب هذا اشتهاد خاطئ والناس عرفوا بأن التصوير مهم فصار العلماء يصورون الندوات العلمية وبدأت ندوة تنقل عبر الأقمر الاصطناعية وينتفع بها الناس في كل القارات بل العالم إذا أراد أن يسافر خاصة جوى الصفر وجوى الصفر خاصة صورة فوتوغرافية كان بعض العلماء قالوا لك نعم للضرورة بتدرس جوى الصفر أو بطاقة تعرف وطن تتصور نعم هذا اشتهاد منهم أما التصوير إلا كان فيه تقديس ولكن فيه كتدر الصورة وتقدسها وتطاوح لا سيبر هذا ممنوع وإما صورة عادية فيها ذكريات إنسان كي تزوج كي يخذ لقطات ذلك ذكريات الجميلة إلا زاد عنده وليدات كي يخذ صور ذكريات جميلة إلا كان فيه سافر كي يخذ ذكريات صورة جميلة يكون في الحج في المقامات الشريفة كي يصوروا كي يصيف لأحباب الشارك والفرحة والإيمان هذا كله خير إلا كان بهذا النية هذا النية ذي الخير لكن يحضر أن الإنسان يستعمل هذا شيء للإفتخار إلا درى للإفتخار راي يصاب بالعين ولا عينه حق رايش حال دي الناس كي يبقوا يتصوروا 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 وكيرميوا في قناوة التواصل الاجتماعي وبالبعد كي يكون إفتخارا وكي تصاب بالعين كي تصاب بالعين كتلقى هو مريض ها هو فقير ها هو المصائب كتنزل عليه كي يقول من هذا شيء من جاني ره من العين إنسان ذي الصورة فقط باش ينقل واحد ذكرى جميلة ويحطف بالذكرى ودون مباهات ودون كي يتصاب بالكريم صلى الله عليه وسلم كان واحد مرة بغي يصلي في البيت دياله وجاءت أمنا عائشة رضي الله عنها بوحد التوب ذك التوب في صور ديال الطيور وعلقته بحل ستار بحل الخامية فلما أراد النبي الكريم أن يصلي بغي يدر النفلة في البيت دياله هو كي يصلي وكيشوف ذك الستار أمامه في صور ديال الطيور ففوتنا بذلك فلما انتهى من الصلاة قال يا عائشة أزيل عني هذا الستار فإن هذه الرسوم لا تزالوا تتمتلوا لي في دهني فتناتوا فأمنا عائشة ذلك الستار حي داتوا من ذاك المكان وداتوا منهم خد ولو كي يقلسوا عليه هناك يقول العلماء ليس هناك تحريم لأن لو كان محرما لأمرها بإحراقه أو إطلافه لكن غير النبي الكريم قال لهذا الصور كجلد ديالي واستعملتهم كمخدات ولو كي يقلسوا لهم لإنسان إلى إذا فوتين يحيد من الصورة ويصلي لله تعالى كي نسله للأسف في الدينة الأخرى بحل المسيحية تدخل الكنيسة كتلقى الصور ديال السيدة مريم العذراء كتلقى الصور ديال سيدنا المسيح عليه السلام كتلقى الصور ديال الرهبانيون اللي كانوا مع سيدنا المسيح وكتلقى الأحبار والصلحاء ديالهم هذا كله من أثار الذي لا يليق مأمك العبادة ينبغي أن تبقى مجرد لله فلا تدعو مع الله أحدا ما يكون لها صور ولا فوتوغراف وانت في الدار ديالك ما تبغي تصليف تجاه القبلة خاصة المكان ديال القبلة ما يكون فيه صور لك أنسي صورة في أي الكرسي أو أي قرآنية أو صورة الكعبة المشرفة هذا كله مبارك يذكرك بالدين أما الصورة غتفتنك نحيدها أثناء الصلاة وبعد الصلاة نعود السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله